السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كله باسمعني معكم لسه الصفاء من قناة تيوك اللي باسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعلنا الجرس اليوم بازن الله تعبير عن الاعلام المسموع والاعلام المطبوع اه لو عجبكم الفيديو متنسونوش باللايك وكومنت للقناة وكمان اه الاشتراك في باقي القنوات عندنا قناة تيوك معرفة عندنا قناة تيوك شورت عندنا اكثر من قناة بننزل فيها موضوع تعبير انشاءات وضعيات حلول تلخيص دروس لفتات ازاعات اه بسرحيات وغيرها من محتوى القناة اه يمكنكم نصول الى باقي القنوات ممكن تفتح اه زي القناة قناة تيوك اسفل الفيديوهات عندنا فيديوهات مميزة عندنا في الصفحة الرئاسية تجد باقي القناة او ممكن تكتف البحث اسمها القناة تظهر لك نقرأ كده على بركة الله الموضوع تعبير عن الاعلام المسموع والاعلام المطبوع اه النمط اه المستخدم في هذه الوضعية النمط التفسيري والضفط التفسير يعني مؤشرات التفسير الى فعل مضارعة الجمع القبرية الضمائر اه اه ادوات الاستنتاج والملاحظة وغيرها من المؤشرات اه نقرأ كده مقدمة اترك بياد مسافة كلمة لتعدد وسائل الاعلام من اجل اكتساب معارف اكثر وتنميذ واثراء الثقافات المختلفة ومنها الاعلام المسموع والاعلام المضبوع فما الفرق بينهما كده مقدمة لمحة بسيطة واضعت هنا سؤال اشكالية وحفرق بينه او اجابة السؤال حيكون موجود في العرض طبعا السؤال الذي نضعه في المقدمة يجب ان يكون اجابته موجودة في العرض لا يصح ان نضع سؤال ويكون اجابته غير موجود في الوضعية او في التعبير اه العرض اترك بياد مسافة الكلمة مسافة المقدمة وسائل الاعلام المسموعة منها الراديو او نقول الازع وهو من اقدم الوسائل الاعلامية المستقدمة اه ومن خلاله اه يمكن الوصول للمستمع بشكل سريع ويعتمد على جهاز بعواطفي وكذلك يمكن ان نجده باي مكان بسبب صغر حجمه ويمكن الفقراء اقتنائه بكل سهولة حيث ان تكلفته تكلفته اه تكلفته اه تكلفة شرائه ليست او اه ليست مرتفعة تكلفة شرائه ليست مرتفعة ولا ننسى التليفاز فهو ايضا من الاعلام المسموعة يبقى عندنا كده الاعلام المسموعة عندنا اه الراديو راديو الازع وعندنا التليفاز اه التليفاز طبعا من الاعلام المسموعة ومن الاعلام المرئي اه تمام التليفاز تبع الاعلام المسموعة والمرئي اه ولا ننسى التليفاز هو ايضا من الاعلام المسموعة وكلهما يعملان على مشر الاخبار والمعلومات ويجمعان افراد الاسرة مع بعضهم البعض وهو وسيلة من وسائل الطرفيه وتنمية الوعي وغيرها الاعلام المضبوع كالصحف هنا نضع نقطة الاعلام المضبوع كالصحف والكتب والمجلات وهو نوع من من أنواع الإعلام وهو الأول تاريخيا وكان الطريقة الوحيدة لإيصال المعلومات قبل أن يحل التلفاز والإنترنت وهو الوسيلة المفضلة لكبار السن يستخدمها القارئ في أي وقت يريد كما يمكن أن يحتفظ بها ليقرأها مرة أخرى به متعة وفائدة وثقافة ومهمة وسيلة دي مهمة لدى الصم والبق كما يمكن أن يحتفظوا بها ليقرأها مرة أخرى به متعة وفائدة وثقافة ومهمة لدى الصم والبق ولا ننسى أنها مؤانسة للقارئ في الوحدة والوحشة هذا الإعلام يسلط الضوء على أحداث سياسية طبعا الإعلام المطبوع يسلط الضوء على أحداث سياسية واجتماعية والثقافية وغيرها الختمة أطرب بياض وخلاصة القول وسائل الإعلام أممكن نقول ومما نستنتج أن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت تشكل حيزا مهم في حياتنا حيزا مهما هل هي مهما حيزا مهما في حياتنا ولكن تبقى سلاحا ذا حدين وسائل الإعلام المختلفة أصبحت تشكل حيزا مهما في حياتنا ولكن تبقى سلاحا ذا حدين ولذا فلنأخذ منها الجانب المفيد ونتجنب الجانب المظلم الذي يمكن أن يود علينا وعلى مجتمعنا بالضرر ممكن لو تريد وشاهد ممكن تضيف وشاهد وقد قيل كل شيء يزيد عن حدين ينقلب إلى ضده النمط المستخدم هنا التفسير نضع خط تحت المؤشرات التفسير عندنا تتعدد فعل مضارع منها بعطي أمثلة سؤال الإشكالية طبعا أو سؤال من مؤشرات هنا التفسير منها وهو يعتمد فعل مضارع يمكن لا ننسى يعملان يجمعان وهو بكلها مؤشرات التفسير وهو الأول وهو يستخدمها يحتفظ يسلط خلاص تبقى ولتفسير تشكل حيزا مهما في حياتنا طبقة ولذا تفسير أيضا نتجنب يوض وجوما الخبيرية نجدها كل وجوما الخبيرية تكلمنا عن الإعلام المطبوع المسموع والإعلام المطبوع يعني ذكرنا هنا أولا الإعلام المسموع ذكرنا مميزاته وأنواعه ذكرنا مميزاته وأنواعه وهنا الإعلام المطبوع ذكرنا هنا أنواعه صحفه وكتبه ومجلاته ومميزاته وخاتمة تخص وسائل الإعلام المختلفة أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لو أجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك وكومنت للقناة أتمنى منك الاشتراك في باقي القنوات دعم لنا تحفيزا لنا تقديرا منكم على مجهودنا المبزول يمكنكم نوصول لي افتحوا لزي القناة تجدوا باقي القنوات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر